تراكمات اللي عاش القطاع في ممارسة التعليم بشكل عام شابها ياسر من التجاوزات اللي طالت التعليم العمومي من جهة وطالت كذلك التعليم الحر وإحنا في طار هذا الإصلاح نحاول على أن نضبط الأمور ونوضعوها على السكة السليمة وقدره الاتمام اللي عاطين للتعليم العمومي عاطينه للتعليم الحر إياك أنه هو من نفسه يعزز وجوده ويساهم بوصفه رافد وبوصفه ما اللي يزاده هو بزبناءه وعنده خدمة اللي تعود نوعية مهمة يغير نختيره على مستوى القطاع على أنه تعود من سجمة مع توجهات اللي محددة في هذا المجال واللي يقتضيها القانون التوجيه هذا معناها شن هو معناها أعلننا في إطار هذا الحوار اللي فاتحين مع الفاعلين في التعليم الحر متباركين مع الراجع لإجراءات كاملة اللي مرتبطة بفتح المؤسسات ودفاتر الالتزامات وهامنا وما اللي بالمقابل أعلن ذاك اللي تقول لك الالتزامات أعلن أنها تحترم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر